الجلسة الثانية عشرة لا تيأس ارفض كل انواع المهادنة استمر ثابتا حتى النهاية وصلنا انتم رائعين انتم رائعين وصلنا الى الجلسة الثانية الاخيرة في لا تستسلم ابدا القوة التي نحتاجها حتى لا نستسلم نحن في العنوان لا تستسلم ابدا انا احب هذا سنناقش هنا الفصول 16 و 17 و 18 تفضلوا بالجلوس سابدأ بما جاء في متى اصحاح عشرة وعدد 22 هذه كلمات الرب يسوع يقول لا تستسلم لا تنهار ان النهاية ستكون رائعة اليس جميلا ترجمت دمسج بايبل ساكررها لا تستسلم لا تنهار ان النهاية ستكون رائعة لا تدع احدا يحبطك انت الوحيد المسؤول عن هذا القرار فكر في هذا لا احد لا احد يجعلك تيأس الله لن يفعل والشيطان لا يستطيع انت الوحيد صاحب قراري لاستسلام ان المكافأة المنتصر هي اعظم من المقاومات والصعوبات التي تواجهها المكافأة هنا في هذه الحياة وفي الحياة الابدية كما قال يسوع ولكن الذي يصبر ان يثبت الى المنتهى فهذا يخلص وعما سيحدث في الايام الاخيرة قال في متى 24 عشرة حينئذ يعثروا كثيرون مجرد ذكر هذه الكلمات كسر قلبه الاشخاص الذين احبهم بعمق واسلم نفسه لكي يعطيهم الحرية ونجاح بكل اسف سيعثرون ويستسلمون في الايام الاخيرة الحقيقة المحزنة هي ان الله اعطانا نعمته القوية لا لترفعنا في وقت الضيق لكن لتجعلنا نخرج من هذه الازمة ونحن اكثر قوة وحكمة واثمارا منذ قبل يستسلم من ليس لديه الادراك الصحيح فهو ليس مسلحا يأخذ الاستسلام صورا عديدة في اغلب الاوقات يكون على صورة مهادنة وهي صورة تناقض فكرة المثابرة تذكروا الرؤية في الفصل الاول كان الرجل يجدف في قاربه يجدف 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 ضد طيار مياه النهر كي يصل الى غايته ويكون سببا في امتداد ملكوت الله كان عليه ان يجدف ضد طيار العالم هناك طيار في هذا العالم انه يخضع لرئيس سلطان الهواء لتتقدم في الملكوت يجب ان تسعى ضد طيار العالم لذا قال بولوس اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوة الله العليا لم يقل اتمشى لكنه قال اسعى اسعى تعني ان هناك مقاومة هذا الرجل بكل اسف ترك المجدفين لان قوته خارت القوة تعبر عن الايمان الله اعطاك الايمان لتستطيع ان تواجه الصعوبات والمشاكل التي تقابلك لقد دعمك بما يجعلك تستطيع ان تواجه الصعوبات التي تقابلك امين لنسير مع الله لنعلن ملكوته ونكون متميزين يجب علينا ان نسير ضد طيار العالم ضد نظام العالم يجب ان نكون ثابتين في حكمة الله المهادنة ليست اختيار لنا رأى الرسول بولوس قبل استشهاده الطيارات الصعبة في الايام الاخيرة فكتب لتلميذه تيموثاوس هذه هي اخر رسالة كتبها الرسول بولوس قبل ان تقطع رأسه قال له في تيموثاوس التانية ثلاثة واحد ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيرة سيكون من الصعب عليك ان تكون مسيحيا مؤمنا فكر في هذا الامر انه في الايام التي نعيش فيها انا وانت سيكون من الصعب ان تكون مؤمنا لماذا؟ لماذا قال هذا؟ درسنا حياة بولوس في جلسة سابقة ورأينا الصعوبات التي واجهها رجم انكسرت به السفينة ضرب بالعصي جلد خمس مرات هتعرفون كيف يجلد الشخص؟ كانوا يربطونه في عمود يربطونه بحيث يكون الحبل حول المعسم ليتدلى على اطراف اصابع قدمين يفعلون ذلك ليكون ظهره مشدوداً حتى عندما تقع الصياط على ظهره تقطع جلده فيشعر بكل ضربة صوت جلد تسعة وثلاثين جلد خمس مرات ضرب بالعصي لماذا كانوا يضربونه بالعصي؟ ليسحقوا عظامه لن انسى ذلك الوقت الذي كنت ابني فيه غرفة في منزلي في فلوريدا انتم تعرفون انني كنت شخصاً رياضياً وما زلت كان والدي يدقن كثيراً من الاعمال اليدوية شعرت زوجتي بالحزن عندما اكتشفت بعد زواجنا اني لا اشبه والدي في اجادة الحرف المختلفة كنت اريد ان اثبت لزوجتي ان لدي تلك الامكانيات مثل والدي لذلك بنينا غرفة بجانب منزلنا كان احد زملائي متميزاً في اعمال النجارة فركبنا معني العازل كنا نثبته بمسامير تطلق من جهاز معين فيخترق الخشب شغلت الجهاز بالعكس ذات مرة حاولت دفع المسمار في الخشب فانطلق في الاتجاه العكسي واخترق عظام اصباعي صرخت بصوت عال اه كانت مؤلمة جداً كان مؤلماً بشكل لا يصدق كان الالم فضيعاً لم اكن انام بسببه لن انسى بعد ستة اسابيع كنت احاركه بصعوبة سألت شخصاً له خبرة طبية هل سأستمر هكذا بقية حياتي؟ قال لا ستشفى بالوقت سحقت عظامك وهذا يسبب ألماً فضيعاً لهذا كانوا يضربون بولوس بالعصي كانوا يريدونه ان يعيش بهذا النوع من الألم ومع ذلك هو ينظر لأيامنا ويقول إنها الأكثر صعوبة في التاريخ لتعيش مسيحياً الآن السؤال لماذا يا بولوس ترى أيامنا أكثر صعوبة من أيامك؟ ماذا في أيامنا أصعب من أيامك؟ سيقول لنا السبب إذ يكون الناس محبين لأنفسهم محبين للمال متكبرين مباهين بأنفسهم شتامين غير مطيعين لوالديهم ناكرين للجميل دانسين متحجر العواطف غير صفوحين نمامين جامح الأهواء شرسين غير محبين للصلاح خائنين وقعين مدعين محبين للذات أكثر من محبتهم لله وماذا عن الحال في أيام بولوس؟ يقول بوتروس اخلصوا من هذا الجيل الملتوي ربما نظن أن الناس في أيام بولوس لأنهم لم يكونوا مؤمنين كانوا أننيين وطماعين كانوا مغرورين ومتكبرين وقحين وغير طائعين لوالديهم ما زلت لا أفهم ماذا يجعل عصرنا أصعب عصر للإيمان رغم أن مجتمعهم كان بنفس الصفات يرد علينا بولوس يقول وتأملوا هذه الآية لهم صورة التقوى كالمؤمنين والمونودين الثانية ولكنهم منكرون قوتها يقول بولوس إن هذه الصفات لن تكون موجودة بين الناس في المجتمع بل في الناس الذين يدعون أنهم مؤمنون فهم ينكرون قوة النعمة التي تجعلهم يعيشون حياة التقوى تأتي الصعوبة من هؤلاء المؤمنين الذين يهادنون الحق حذر بولوس مع كثيرين من كتاب الإنجيل من أن نسبة كبيرة من المسيحيين الذين يدعون أنهم ولدوا ثانية لن يثبتوا في النعمة في الأيام الأخيرة نتيجة لذلك لن تظهر فيهم صفات الرب يسوع سيرفضون قوة النعمة التي ستجعلهم مثابرين منتصرين في الملكوت وسيتمسكون بحقيقة أنهم ولدوا بالنعمة هؤلاء هم من تركوا المجاديف والأكثر سوءا شاهدت في الرؤية سفنا كثيرة تمتلئ بهؤلاء الناس منضمين لبعضهم في حالة مهادنة يقولون في هذه السفينة الكبيرة إننا مخلصون بالنعمة دم يسوع حمل أجرة خطيانا لكنهم يعيشون حياة لا تختلف عن أهل العالم أمنوا بإنجيل لا يغير تغييرا جذريا إيمانهم المشترك جعلهم يصدقون تلك الخدعة ويقتنعون بها لا يخدعون أنفسهم فقط لكنهم يضللون الآخرين ويتسببون في تعثل الكثيرين وبذلك يكونون سبب عثرة للمخلصين هذا هو السبب في صعوبة أن تكون مؤمنا بمرور الوقت توصلت الاستنتاج أدركت أن أكبر معركة خاضتها الكنيسة الأولى كانت ضد الناموسية كان هناك معلمون كثيرون في الكنيسة يحاولون أن يقنعوا الناس بأن يعودوا للناموس ليتبرروا ليست هذه هي الحرب التي نواجهها اليوم أعتقد أن أعظم حرب نواجهها في هذه الأيام هي التمرد على القانون الإباحية الجسدانية العالمية عدم الطاعة لطرق الله هذا الاتجاه يقدم للناس فكرة الخلاص دون تغيير في أسلوب الحياة يجعل حياتنا كمؤمنين لا تختلف عن الحياة قبل الإيمان رغم أننا ننتمي لجماعة المؤمنين نتحدث لغتهم لكن لم نعوث ثابتين في طاعتنا للحق في الحديث عن الأيام الأخيرة يحذرنا الرب يسوع من نفس الأمور فهو يقول إذ عم الإسم تبرد المحبة لدى الكثيرين ولكن الذي يثبت حتى النهاية فهو يخلص كثر الإسم في أيام الرب يسوع ما الذي يجعل أيامنا مختلفة؟ كان يسوع يتكلم عن الكنيسة لم يكن يتكلم عن المجتمع قال سيقثر الإسم في كل مكان كان يتحدث عن المؤمنين ستبرد محبة الكثيرين لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص لما هو يتحدث عن الكنيسة؟ لأنه لن يقول أبداً لوثنيين لم يعرفوا الإنجيل الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص لم يبدأوا السباق كيف يمكن أن تقول لشخص لم يبدأ السباق الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص الكلمة المفتاحية هنا هي يصبر أن تصبر معناها أنه ستكون هناك صعوبات ستكون هناك مقاومة وصعوبات في التمسك بالحق يجب أن نكون ثابتين لننهي السباق بنجاح تتفقون معي؟ في ضوء هذا يقبل بولوس رسالته لتيموثاوس بعد أن تحدث عن الصعوبات يقدم الرسول بولوس العلاج أما الناس الأشرار والدجالون المحتالون فيتقدمون في الشر مضللين الآخرين وهم أنفسهم مضللون إنما أنت فاثبت على ما تعلمته وتيقنته بالتمام إذ تعرف على يد من تعلمت ذلك هؤلاء الدجالون لا يضلون الآخرين فقط لكنهم يضلون أنفسهم يضلون الناس ليس بتعليمهم فقط بل بسلوكهم أيضاً يعيشون إنجيلاً بدون قوة للتغيير لا مهادنة في الحق أريدكم أن تكتبوا هذا أنتم الذين تتبعون هذا البرنامج اكتبوا في مدوناتكم لا مهادنة في الحق الحق يبقى ثابتاً مع الوقت ولا يتغير بتغيير الثقافات النصيحة التي يقدمها بولوس هنا هي أن يتمسك بالحق سأكرر عليكم هذا الجزء إنما أنت فاثبت على ما تعلمته وتيقنته بالتمام كم هو مغر أن تتبع العالم ولكنه يقودك إلى الخداع لذلك يكمل الرسول بولوس حديثه مع تيموثاوس ويقول وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع كل الكتاب هو موحاً به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح هذا هو أسلوب الله في إعدادنا لنكون مستعدين لكل عمل صالح يريدنا أن نفعله أركز على أمرين فيما كتبه بولوس أولاً الكتب المقدسة الله أوحى بكل الكتاب تتفقون معي؟ ثم يقول منذ الطفولية كلمة الله تتخطى الزمن والثقافات الثقافة قد تغيرت تماماً عن أيام طفولتي لكن الحق الكتبي لم يتغير على مدى الزمن أحب تغير الثقافة أحب الملابس الحديثة وسعيد أني كواعد غير مضطر لأن أرتدي بذلة كاملة أنا سعيد لأننا أدركنا أن الله يباركنا بغض النظر عن نوع الملابس التي نلبسها أمين الثقافة تغيرت هذا رائع أسليب حياتنا قد تغيرت وهذا رائع ولكن الحق لا يمكن أن يتغير وهذا رائع قال بولوس فلو كنت بعد أرد الناس لم أكن عبداً للمسيح عندما نغير رسالتنا لنرد الناس نترك دعوتنا كخدام للمسيح قال بولوس صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوماً إذا تحدثت إلى رجل أعمال سألبس بذلة إلى مجموعة من الشباب سألبس جينز سأصبح كل شيء للكل لكني لن أغير رسالتي لكن يبدو أننا قد خفضنا من قيمة الإنجيل الذي يعلن أن الرب يسوع هو حجر صدمة وسخرة عسرة أنقصنا من دوره حتى أصبح حسوة صغيرة يستطيع أي شخص أن يدوسها لم يعد صخرة عسرة لم يعد حجر صدمة دور الحق هو المواجهة قد يسبب الحق إزعاجاً لكن من خلال هذا الإزعاج نصبح كاملين لأننا نغير أسلوب تفكيرنا المختل ونعتنق مبادئ ملكوت الله فقد الكثيرون من الوعاض اليوم الجزء الجوهري من الحق فلا يعلنونه بجسارة ولا يطرحونه بمحبة بل أنهم يحورون الرسالة لتناسب الذين يسمعونهم تتفقون معي؟ لم أسمع ربما نظن أن بولوس أنهى أفكاره في الأصحاح الثالث لكن هذا خطاب واحد متصل التقسيم إلى إصحاحات جاء لاحقاً هذا خطاب واحد لسنوات طويلة لم أدرك ما كان يقصده بولوس لتيموتاوس لأنني لم أربط الأصحاح الثالث بالرابع لكن عندما تقرأهما معاً ستكتشف ما كان يقصده في الآية التالية بعد حديثه عن الكتاب المقدس الذي تعلمه منذ التفولية قال يا تيموثاوس أناشدك اسمع هذه عبارة قوية جداً سأشرح الأمر كان بولوس واضحاً في وصيته لتيموثاوس يقول أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح هل تتخيل أنك تقول لشخص ما أنا أوصيك أمام الله والرب يسوع المسيح لا أستطيع أن أفكر في أي أسلوب أقوى من هذا العتيد أن يدين الأحياء والأموات هو بالفعل سيدين الجميع عند ظهوره وملكوته اكرز بالكلمة تحدث عن كلمة الله أنها موحاً بها لذلك يقول لذلك أوصيك أن تكرز بالكلمة لم يقل تحدث عن الفلسفة اكرز بمبادئ القيادة بمبادئ النجاح في العالم لم يقل اكرز ولم يطلب منه الكرازة بأي شيء يخص العالم بل قال له اكرز بالكلمة التي تناسب كل الأوقات والأزمنة اكرز بالكلمة في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عذب كل أنات وتعليم لأنه سيكون وقت صدقوني أن هذا الوقت آت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح أي العقيدة الصحيحة ما هي العقيدة؟ إنها أكثر من مجرد تعليم إنها التعليم الأساسي تعليم المبادئ الأساسية الذي يحفظ كل شيء متماسكا معاً تتفقون معي؟ لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح يعني المبادئ الأساسية التي تحفظ كل شيء بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات لذا هذا الوقت أصعب وقت في تاريخ المسيحية أكد بولوس أن كل الكتاب هو موحاً به من الله ونافع للتعليم ثم يوصي تيمو ثاوس بأن يعلم بالكلمة لماذا؟ لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح أشعر بالحزن أن أشاهد المبادئ الكتابية وهي تنحرف لتجار العصر واتجاهاته وصل هذا الانحراف لدرجة أن أحد خدامي كنيسة من الكنائس الكبرى وقف أمام الجموع وأعلن أنه شاذ جنسياً رأيت هذا بعيني شخص آخر أعلن أن شفاء ليس إرادة الله وآمن بكلامه كل الشعب بدلاً من إيمانهم بكلمة الله شخص آخر كتب كتاباً يقول فيه إن كل الجنس البشري سوف يذهب في النهاية إلى السماء ولا يوجد شخص سيظل في الجحيم إلى الأبد وآخر شكك في ميلاد المسيح العذروي ومجيئه الثاني وما زال الناس يعتبرونه رائداً في الإيمان المسيحي وكثير من القصص المماثلة لكن هذه القائمة المجهدة ستملأ الكثير من الكتب إذا كتبتها كلها إذا عدنا لبعض الإحصاءات سندرك هذا التغير السخيف ها هي بعض إحصاءات مؤسسة بارنا الحديثة الموثقة 46% فقط من المؤمنين المولودين ثانية يؤمنون بالحق الكتبي المطلق هذا يعني أن 54% من المؤمنين المولودين ثانية لا يؤمنون بالحق الكتبي المطلق أكثر من 50% من المؤمنين الإنجليين يؤمنون بأنهم ذاهبون إلى السماء بمجهودهم لا من خلال ذبيحة المسيح 40% فقط من المؤمنين يؤمنون أن الشيطان هو قوة حقيقية فلا عجب إذن إن كان الناس لا يستطيعون أن يقوموا إبليس كيف يكون ذلك؟ الإجابة في كلمات بولوس إلى تيموتاوس لا يظلون ثابتين في الحق نسمع كثيرا عن إنجيل لا يحمل قوة للتغيير رسالة هذا التعليم أن الرب يسوع مات عن خطيانا ليدخلنا إلى السماء إلا أننا بشر والله يدرك نقائصنا المختلفة وميولنا الجنسية هناك تعليم يقول لسنا في حاجة إلى التوبة يشعر مؤمنون كثيرون بالسعادة عندما يتحررون من ضرورة التوبة والاعتراف بالخطايا والحج أن الله غطاها بالنعمة كثير ممن اعتنقوا هذا التعليم يسنون على بساطة ونضارة وتحرر الرسالة ولكن إن كان هذا دليل على الحق فإن أي تعليم يعظم دور الجسد سيكون حقا تتذكرون أن الجميع تنقوا عقيدة هارون الذي عمل عجلا يمنحهم اللذة الجنسية التي كانوا يبتغونها وسموا هذا العجل يهوة لم يقولوا إنه بعل أو إله من ألهة المصريين لكنهم أسموه يهوة سؤالي لهؤلاء المعلمين الذين يقولون إنه لا دعي للتوبة لماذا نسف الرب يسوع هذا المبدأ عندما طلب من خمس من الكنائس السبع التي في سفر الرؤية أن يتوبوا يسوع هل أنت متأكد من هذا الطلب أنت بهذا لا تواكب أفكار العصر أنت تعيش في عصر النعمة لماذا تطلب من هذه الكنائس أن تتوب تتفقون معي؟ اتخذنا لأنفسنا معلمين منحرفين عن التعليم الصحيح هؤلاء المستمعون الماكرون اخترعوا لأنفسهم إنجيلا يلائم ثقافتهم وأسلوب حياتهم لم يعود الحق يشكل حياة هؤلاء الناس لكن يعاد تشكيل الحق وتفسيره لناسب البيئة الشريرة لماذا؟ لأن أذانهم تريد أن تسمع ما يطربها أن تسمع العالم بدلا من أن يتجاوبوا مع هذه الكلمات لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب كثيرون يشعرون بصوت الروح القدس عندما يهادنون العالم بسبب وجود عدد كبير يسير مع الطيار يتجاهل آخرون صوت الروح القدس داخلهم ويصمون أذانهم عن الحق بحجة أن الجميع يفعلون ذلك لذا فإن هذا هو أصعب وقت في تاريخ الكنيسة لنكون مسيحيين حقيقيين هل ننداهش من هذا؟ سبق وقيل لنا عن الارتداد الكبير الذي سيحدث في أيامنا كتب بولوس لا يخدع عنكم أحد على طريقة ما لأنه لا يأتي يوم الرب إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك قالها بولوس أعلنها الرب يسوع لماذا لا نصدقها؟ من جانب آخر أخبرنا الكتاب أنه في ذلك الوقت سيظهر جيل من الأبطال هؤلاء الأبطال وصفهم بولوس كأبناء وبنات أي أنهم أجيال شابة كما أنه وصفهم كخدام وخدمات هؤلاء وصفوا كشباب وكبار وسيميز مرحلة هؤلاء الأبطال صعوبات كثيرة ومهدنة هذا هو الوقت الأصعب على مر التاريخ لتكون مسيحيا حقيقيا سيعد المشهد لهؤلاء الأبطال الصامدين المؤمنين الصامدين جنود الظلام والخداع سينصبون شباكهم والأبطال لن يهزموا بإيمانهم الثابت وعملهم المستمر سيمتد ملكوت الله سيضيئون كنور ساطع في وسط الظلام لمجد الله سيتميزون في كل مناحي الحياة ليس بالمهادنة لكن كما حدث مع دانيال عزيزي المحارب سواء كنت هنا أو كنت ترى البرنامج المسجل أرجو أن تكون واحدا من هؤلاء الأبطال مهما واجهت من مقاومة اعتبرها أداة ستوصلك لمستوى أعلى من السلطة واجه بولو الصعوبات شديدة بدت غير محتملة استمع لكلماته أما من جهة أمر الشدة التي ألمت بنا في آسية فثقلت علينا جدا وجاوزت طاقتنا حتى يائسنا من الحياة نفسها بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام هذا هو أفضل ما حدث فبدلا من أن نتكل على أنفسنا لم نجد أمامنا إلا أن نتكل على الله وحده الذي يقيم الموت وهو الذي أنقذنا من هذا الموت الداهم وسينقذنا أجل إننا لواثقون أنه سينقذنا أيضا واثقون أنه سينقذنا أيضا يا لها من كلمات أحب هذه الكلمات بصفة خاصة إن هذا هو أفضل ما حدث يفكر في الرب بشكل رائع الصعوبات التي تجعل الإنسان ييأس يقرر هنا أنها أفضل شيء يحدث له بها ارتفع الرسول بولوس إلى مستوى أعلى من السلطة نعمة الله كافية الله سوف يرفعنا مرة ومرات ما يجب علينا فقط أن نثبت في الحق كتب يعقوب هنيئا لمن يصبر على المحنة لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه تأمل في مثال يوسف لا تستسلم ولا تيأس من إمكانياتك نعم قدرتنا محدودة ولكن قدرة الله لا حدود لها أنت واحد معه ولك نعمته مرة أخرى يقول بولوس مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين نحن جسد المسيح لا نيأس لا نستسلم لا نفشل كورينثوس الثانية أربعة واحد لذلك لا نفشل كورينثوس الثانية أربعة ستاشر القائمة تستمر خطة الله لك هي أن تنجح بطريقة عجيبة على جانب آخر لا تتخيل أن الله ييأس منك استمع لهذه الكلمات في كورينثوس الأولى واحد تسعة أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا إنه لا ييأس منك ولن ينساك إنه أبدا لن ينساك إياك أن تنسى ذلك ما هي مكافأة التمسك بالله؟ تحدثت عن هذا في الفصل 16 و17 في الكتاب نصيحتي أن تقرؤوهما لم يكفي الوقت لها لكني سأخبرك مباشرة من خلال كلمات الرب يسوع قال في رؤية 226 من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم ليس فقط في الظهر الآتي لكن أيضا في هذه الحياة ليس فقط في الظهر الآتي لكن أيضا في هذه الحياة كل من قبل نعمته الوافرة وارتبط بالله سيملك في هذه الحياة من خلال الرب يسوع يكرر بولوس وعد الرب يسوع في تمثيوس الثانية 2-12 إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه وأيضا لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل هذا مكتوب في غلطية أصحح 6 وعدد 9 أنت تمتلك القوة التي تجعلك لا تفشل أنت تمتلك ما يجعلك تنهي السباق بنجاح إنها نعمة الله لن تفشل لذلك اشترك في السباق بثبات وثقة لتنال المكافأة إذا كان هذا السباق مهمة إلهية علاقة مرحلة في حياتك أو حياتك بأكملها تستطيع أن تنتصر وأن تملك لديك امتياز أن تختبر ملء الغنى الذي يرتبط بالمكافأة يقول لنا الكتاب في أنثال 13-12 الشهوة المتممة شجرة حياة الملك يأتي نتيجة لانتصارك على الصعوبات ستتمتع بمجد الملك يا لها من مكافأة تذكر مزمور 27-14 انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك لا تفشل سأكررها انتظر الرب كن مؤمنا ثابتا الرب يبارككم أرجو أن تكونوا قد استمتعتم لا تستسلم أبدا منهج لا تستسلم أبدا واحد من أهم البرامج المتاحة في هيئتنا تابع جون بيفير على فيسبوك وتويتر اشتركوا في القناة